وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش وكالة غوث وتشجيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروة بأنها العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في قطع غزة ونشد الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدولي بضمان استمرارية عمل الأونوروة المنقذ الحياة في غزة وأوضح جوتيريش خلال لقائه بأعضاء إحدى اللجان التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الفلسطينيين أنه التقى في وقت سابق مع عدد من المانحين للإصغاء إلى مخاوفهم بعد المزاعم الإسرائيلية بطوارث 12 من موظفي الأونوروة بالضلوع في هجمات السابع من أكتوبر مشيرا إلى أنه تم تحديد الخطوات للتعامل مع تلك المخاوف